قيس السعة اللتر هو الوحدة الرئيسية لقيس السعات سعة سطل وعاء برميل قارورة كأس ونكتب الوحدة اختصاراً لام أجزاء اللتر تستعمل لقيس السعات الأقل من واحد لتر مضاعفات اللتر تستعمل لقيس السعات الأكثر من واحد لتر نصف لتر يساوي خمسة في الوحدة السابقة أي خمسة ديسي لتر كيف أستعمل جدول الوحدات؟ لكتابة العدد في جدول القيس أنظر دائماً لرقم الأحاد الذي أكتبه في الوحدة المذكورة أمام العدد مثلاً 450 سنتيلتر الصفر هو رقم الأحاد إذن أكتب صفر في وادي السنتيلتر ملي لتر سنتيلتر صفر ديسي لتر خمسة لتر أربعة ديكالتر سمانية هكتولتر إثنان متر مكعب تسعة في العدد الثاني تسعمائة وثمانية وعشرين ألاحظ إذا رقم الأحاد ثمانية في وحدة الديكالتر إذن أقرأ العدد تسعمائة وثمانية وعشرين ديكالتر تسعمائة وثمانية 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 و